التقى محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمر جبور خليل وفدا من مثقفي وأعلمي ووجهاءها لأقضية الشرقاط وبيجي والطوز وآمرلي الذين عبروا عن دعمهم لحركة الإعمار والإصلاح التي شهدتها عموم بدن المحافظة وأكدوا وقوفهم مع مشروعه للتصدي للفساد الذي تسبب بترد الواقع الخدمية واستعرض المحافظ مع الوفد ما تم تنفيذه من مشاريع وما مخطط له في المستقبل مؤكدا همية تشكيل جبهة من الشباب ضد التشويه ومحاولات تعطيل مسيرة الأعمار مشددا على المضي في مشروع الإصلاح الذي يحتاج لتضحيات مضيفا وعليه قررنا التصدي لكل محاولات تعطيل المسيرة لبناء الأجيال وعقال المحافظ أن الأمل والإرادة موجودان ويساندهما طاقات أهل صلاح الدين البشرية والمادية وبيننا الحاجة إلى الوعي المجتمعي لما يخطط له المستفيدون من حالة الفوضى وشراء الذمم ترجمة نانسي قنقر